هذا أثرت علينا شديد أحلام كثيرة تدور في مخيلتهم لكنها سرعان ما تتلاشى مع قسوة الواقع المرير الذي يعيشه معاقو محافظة الضالع من حرمان مستمر وتهميش لمعاناتهم الممتدة منذ سنوات طويلة جمعية الوحدة هي إحدى المراكز القليلة التي تهتم بالمعاقين بالمحافظة بالرغم من توقف الدعم الحكومي لها إلا أنها تسعى للتخفيف من أوجاعهم بمختلف الوسائل وهنا تعمل الجمعية كوسيط بين أهالي ذوي الاحتياجات الخاصة من جميع مديريات الضالع وبين المنظمات المحلية والدولية لعل ذلك يخفف ولو جزءا بسيطا من معاناتهم ويمنحهم ولو بسيط أمل هذه الجمعية الوحيدة بالمحافظة والآن المعاقين يتوجهون إليها للتسجيل لطلب المساعدات يقف هؤلاء الأطفال هنا بحثا عن يد تمتد نحوهم بعد غياب يد الدولة ورعايتها وانسحاب منظمات المجتمع المدني لنا خمس سنين من طوعات من دون أي مقابل نطلب على أي منظمة أو أي جمعية أو أي شيء تدعمنا وحدهن هؤلاء النسوة يعملن مع الأطفال منذ أكثر من خمس سنوات بشكل طوعي وبدون مرتبات من أجل تدريب الأطفال من دول احتياجات الخاصة ومحاولة دمجهم في المجتمع لتبقى المبادرات المجتمعية هي الأمل الكبير في مساعدة المجتمعات المحلية على تجاوز مشكلة غياب الدولة وعدم قيامها تجاه الفئات الأكثر ضعفا في المجتمع